أهلاً 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 صباحك سعيد وصباح المشاهدين وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وصحية وآمنة إن شاء الله للجميع كيف الحال يا عبدالله وكيف التمييز اللي يعني تطرح من خلال فقراتك في الله يعينك على قومة الصباح أنا أقول بس يا عبدالله بخير جعلك بخير منصور يعني عندك قصة عن هذه المرأة السعودية وصناعة الأزياء والملفت أن الشعبية منها معناتها منصور أن تصنع شيء من الداخل له طابع ولمسة خاصة في مجتمعنا ما في شك أنا طبعاً اليوم يعني على غير العادة يعني من خلال تغطية المناسبات أو الأحداث العامة ألتحق بك من يعني داخل منزل أستاذة فخرية أحمد وهي أمرأة سعودية مولعة بيعني صناعة الأزياء خاصة التراثي والشعبي منها بلمسات أيضاً عصرية وجديدة خلنا نسولف معها أكثر ونعرف كيف كانت بداية القصة ومتى بدأ هذا العشق الحقيقي حياك الله أهلاً وسهلاً أنا بدأ ما يحب الأزياء من الطفولة يعني أذكر أول زية كنت بتصميمها كنت في سن الأربعة عشر فأخذت قطعة كماش وصممتها وخيطتها بيدي ما أني كنت ما أعرف التصميم ولا أعرف الخياطة بس أنه كذا ولع وشغف فسويتها ولبستها فكانوا اللي يشوفون يضحكون يعني أنه كيف لابسة بس أنا كنت فخورة يعني باللي سويت لأن ما عندي كان خبرة ما عندي أي شيء ومع ذلك صنعت شيء يلبس حتى لم يكن جيد بعد هذه البداية كيف يعني كملت المسيرة أو سقلت هذا العشق بيعني تخصص أكثر والله أنا حاولت أسقل يعني بتخصص ودراسة بس أني تزوجت بدري فجبت كانت بنتي الثانية ذوي إحتياجات خاصة فاضطريت أني أتفرغ لها تماماً فتفرغت لها مدة أربعة عشر سنة فالحين أنا أعتبر من المعوقات لي صراحة سباقي مع الزمن يعني أنا الحين في سن ما عدت شابة زي الأول ما عندي المجال واسع فأحاول أني أسابق الزمن وأوصل بسرعة يعني اللي ضيعته من عمري ما بي أضيع زيادة منه ويش أبرز الدورات والأشياء اللي حاولت أنك تضيفيها للموهبة درست دخلت عدة الدورات أولاً لأنني كنت أحمل شهادة المتوسطة وكملت الثانوية بعد الدورات أخذت دبلوم على حسابي لأنني كنت أبغل لاين عشان البيت والدوام وكذا فأخذت دبلوم في معهد فاطمة بالحداد دبلوم شامل الحمد لله طلعتمي أنت خرجت منه بتفوق وقل الله الحمد أخذت برضو دورات رسم أخذت دورات في النسيج في دراسة الأنسجة والأقمش والخيوط ويش تقولي لنا أيضاً أبرز المشاركات اللي شاركت فيها بعد ما يعني خلنا نقول نضجت الموهبة وصارت أكثر وضوع الحمد لله تشرفت بإني أشارك في مهرجان مكة الدولي كان مهرجان العروس تحت رعاية صاحب تسموه نورة خليفة الخليفة وتشرفت بتسلام منها والتكرم يعني كرمتني وكنت مشاركة في مهرجان برضو إيجي فاشن بس في اللحظات الأخيرة يعني تم كنسلت سفري لأسباب خاصة بس برضو تم تكريبي الحمد لله من الشركة وتم ونزلت اسمي في كذا مجل وكتبوا عني فالحمد لله يعني طيب القطعة اللي ورانا هذه أنا ودي زميل تركي بس ممكن ندخل عليها يعني زوم من أكثر ونسمع تعليق منك على بعض التفاصيل طبعاً أنا أحب في التصاميم في العالم الفاشن بصفة عاما أحب التراث وما أحب تراث يعني منطقة بعينها مثلاً تراث السعودية الجنوب أو لا أنا أحب التراث بشكل عام تراث الدول فعندنا هنا في السعودية أدت مناطق يعني جغرافيتنا كبيرة جداً فعندنا تنوع كبير في التراث فعندك الكرتة مثلاً هذه من التراث الغربي وهي تتصف بأنه دائماً القطعة اللي فوق تكون زيكم من قطعتين القطعة اللي فوق تكون دائماً لابس الجسم ودائماً القطعة اللي تحت تجيك في الضفاظ أما في الضفاظ بقصة أو في الضفاظ بزم دائماً الكرتة الغربية دائماً مخصرة وهي تلبس يعني في المناسبات حالياً يعني ما اندثرت فيكون معها الطرحة ويلبس علىها الذهب فتلبس بالغمراء في أيام الحناء شكراً لك أستاذة بدرية ويعطيك العافية أتمنى لك كل التوفير إذن عبدالله ومشاهدينا يعني هذا موجز وملخص صريع لقصتنا لليوم وأعود إليك عبدالله ونهاية أسبوع سعيدة عليك وعلي المشاهدين وأيضاً سعيدة عليك شكراً جزيلاً لك منصور الأمير اشتركوا في القناة